وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتفشي وباء كورونا تحل بعداً أزمة جديدة بعد الإعلان عن توقف حركة البيع والشراء المصرفية عملية إيقاف المصارفة وفق مصدر مصرفي لقناة بلقيس أتت ضمن الحلول الإجرائية للحد من تدهو الريال بعد الانخفاض المتسارع لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارجعت جمعية الصرافين اليمنيين بحسب تعميم صادر عنها سبب الارتفاع الكبير للدولار مقابل الريال اليمني إلى عمليات المضاربة غير المسؤولة وانجرار الصرافين وراء الشائعات كانت العملة المحلية قد انهارت بشكل سريع فقد الريال فيه نحو 50% من قيمته منذ حوالي شهر حيث تجاوز الرقم سعر الصرف المحلي حاجز 700 ريال للدولار الواحد مسجلاً انخفاضاً قياسياً من 640 ريالاً إلى 710 ريالات للدولار في عدن والمناطق التابعة للحكومة محافظاً على استقراره في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي عند 599 لم تصدر من الجهات المالية الرسمية أي إجراءات عملية حازمة وحمل البنك المركزي اليمني شركات الصرافة ومنشآتها مسؤولية نتائج تدهور قيمة الريال مهدداً باتخاذ إجراءات قاسية لوقف التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف المصادر المصرفية المطلعة أكدت لوسائل إعلامية أن البنك المركزي لم يعد قادراً على مواجهات متطلبات استقرار العملة المحلية نتيجةً لوجود الصعوبة في توفير العملة الصعبة من الدولار خصوصاً مع نفاد الاحتياطي النقدي من الوديعة المالية السعودية والمقدرة بملياري دولار ونهب المجلس الانتقالي للإرادات العامة ما يضع العملة المحلية أمام خيارات صعبة في ظل عدم قدرة الجهات المختصة على ضبط السوق النقدية والمصرفية